مرحبا بكم في نهاية الجديدة دورة ديدنا دورة The Symphony 5 الجيد الصغير كنا كرا كنا قبرا كنا زدنا الوجين واللوجاوت والاس autor فما زال ما تستيتش زال ما تستيتش يلا عدو المجموين فأنا من قبل كنت ادرس خدمته من قبل الضغط على status الخدمة العادية جيدة لكني لا تستطيع اشترك فأنا نقوم باللوجين ونرى هذا ما هو هذا فأنا نقوم باللوجين وعنا هنا الابتاج 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 سنقوم باللوجين as anonymous ونقوم باللوجين كأننا نتقوم بشكل وعلى رقم المنصر فأنا هنا سنقوم بشكل ادخلنا الاميل وهذا الاميل ونقوم بمسطر نضع المطبس نضع المطبس نضع الامل فعلى الانتقام فبالنسبة للسطيل رأي ممكن نزيد السطيل لك وتقدر هذا الفرما فالسفتنا كما لاحظت كما لاحظت هنا فهو أفشينا المساج بأنه Invalid Credentials من بعده سنرى كيف نأفشينا المساج نحن نحن باللغة نحن ليس اللغة نحن المهم باللغة التي سنتحدث فقط نأفشي بفرنسية وكيف يقول لغة نحن الفرنسية فلا كما باللغة التي سنتم فرنسية عربية هندية شنوية كما لا تريد سنرى لكما نأفشيك المساج فكما نحن هو هذا الذي قلت هنا في السكوريتي باللغة باللغة وقال الوزر لا يوجد الوزر لكي يدعونا الى الانترق بالتاسك لست يعني هلنا لا نتعرك فهنا حاول الاتعج هذا الواقع وهذه الـ الـ نعود الـ هذي الـ كان هناك هذا الـ ونعلمنا للـ هذا الـ غير بالأخير وعندنا الحاجة الآخرية ما هي التي قدرنا عليها في جوز السابق هي Last Username قلنا ذلك حيث نحن يأخذ ذلك من الإيميل فهو سيعتبر بأن الوزرنام على الإيميل مع ذلك قدرتي أنك تتواجد الوزرنام على حساب الوزرنام الذي نحن هنا ذلك قدرتي أنك تتواجد الوزرنام فهنا قلنا نحن نوازل الموزد الوزرنام على إيميل لكي تتواجدها فتعلمها ذلك وتعود إلى الوزرنام ومن تطلب في الوزرنام يمكن أن تكون الفرم في هذا المنافع وأن تتعلمها في الوزرنام توجدها إلى الوزرنام سنجدها في الإيميل يجد الكثير من الم互ait والوزرنام الذي يوجد هذا يجب أن تقوم بـ login وبالتالي يجب أن تقوم بـ e-mail فهذا يمكننا المطبس الحقيقي وهذا يمكننا من الصمدى 2020 يمكننا الـ connection نظن أنني أغلط في المطبس سأقوم بـ user fixture لا تقوم بـ 2020 لا تقوم بـ 1-3-4 سأقوم بـ zoom كما هو نضيفه ونقوم بـ connection فهذا سنقوم بـ connection فقط الـ response الـ return الـ authentication success كان هناك error في الـ return لا يوجد مشكلة سنعود إلى الـ ونقوم بـ ونقوم بـ ونقوم بـ ونقوم بـ ونقوم بـ على الـ ونقوم بـ ونقوم بـ ونقوم بداية سوف نضع الابداء هنا App user provider و تقول بأن المنطقة التي ستتتعلق بها و التي فيها المنطقة هي المنطقة التي ستتعلق بها بموضوع المنطقة التي ستتعلق بها هي أضع هذا الربعة في هذه الأسطورة هنا يعمل الProvider يجب أن تصبح AppUserProvider فهذا AppUserProvider يمكن أن تسميه أي شيء بغيتي اسمته AppUserProvider هنا تحدد الـ Entity هذه خصوصة تكون Entity لا تكتب شيئا أخرى في بلسها وهذه هي Class وتعطيه Class التي هي User وهذه الـ Now وهنا هنا الـ Properties لكي تكون تكون التي تحددناها نحن نضيفه ونضيفه بأنها ستكون بالـ E-mail بأنها ستكون بالـ E-mail فنضيفه هنا هذا الشيء الذي أعطينا هذا الـ Error بأنه لا أعرف لا أرى الـ Provider الذي فيه الـ Entity فهذه ننسيتها سأخذ منها من قبل ننسيتها ونفس الشيء هنا في هذا الـ main ونضيفه 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 حيث بردفه يكون هذا ولكننا سنضيفه ونضيفه هنا في هذا الـ Provider هذا فأرى أنه تستوي أنه ما زالنا فأنا نتسوي ونضيفه 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 جديد الفيلا جديد ان ارغب في الوزرنام سامدي 2020 عن ارغب في الوزرنام او ان تمكن قصد ارغب في الوزرنام نضغط جديد المترجم للتعامل ونقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه فبالنسبة لهذا التوكين الذي قمنا بها فإننا نقوم بإمكانه في الفورم يقوم بإمكانه التوكين فإننا سأجد الفورم ونفتح الفورم فإننا سأجد وإننا سأجد Input Type Name SSRF Token ونقوم بإمكانه وإننا نقوم بإمكانه مضيفة التوكين سأحرف إذا كنت تقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه وإننا سأجد وإننا نقوم بإمكانه فإننا سأجد فإننا سأجد فإننا سأجد فإننا نقوم بإمكانه Invalid SSRF Token لأنه سأجد فإننا أخبرك هذا الكود يبقى تابعه في الوصيد كامل فإننا نقوم بإمكانه أو تدخل أو تغير أو تغير فإننا سأجد فإننا نقوم بإمكانه أو خطر أو تحرق أو تدخل أو تدخل أو تغير أو تغير أو تغير الأسعار سأقوم بإمكانه اشتركوا في الجزئي القادم